أهلا بك في حلقة جديدة من سلسلة English Bits السلسلة اليومية الخاصة في رمضان والتي نجاوب فيها على أكثر الأسئلة التي تكرر من حضركم لو ترىنا على يوتيوب فلا تنسى أن ترى أول تعليق تحت الفيديو لكي تعرف كيف تتابع بالترتيب الصحيح خليك معي السلام عليكم وحمد الله وبركاته أنا إبرايم عادل و أنت تتفرج على كرس تعلم لغة الإنجليزية على قناة The American English سؤالي النهاردة عن الفرق بيني ثلاث كلمات دول Image, Picture و Photo تعال نشوف قد إيه حتلاقيهم سهل جدا شايف الشكل الهرمي ده الشكل ده برضو أنا مقسمه لك ثلاث أجزاء عاوزين نتفق أنا وإنت اتفاق كل قطعة في الهرم ده تفرق عن التانية في الحجم والمساحة اللي بتشغلها شايف لما نفككوا لي ثلاث قطع كل قطعة فيهم بتشغل حيز غير التاني أيوة يعني عاوز تقول إيه برضو يعني عاوز أقولك أن حجم الحيز اللي بتشغله كل قطعة هو حجم المعنى اللي بيتسع ليه كل كلمة من دول Photo, Picture, Image يعني إيه برضو حجم الحيز بيساوي حجم المعنى عربي ده بص انت عارف أن في معاني عامة بتشمل حاجات كتير ومعاني خاصة بتشمل حاجات صغيرة مثال بسرعة قبل ما اتهمني لو جيت على القطعة الكبيرة قوي دي وكتبت عليها إنسان وجيت على القطعة الأصغر منها بشوية دي وكتبت عليها امرأة وعلى أصغر قطعة كتبت طفلة وقمت دلوقتي مركب الهرم على بعضه إذن يتضح المقصود إيه بالحيز اللي بيتسع له المعنى أكبر قطعة هي أكبر حيز للمعنى إنسان ده بيشمل كل شيء امرأة وطفلة وكمان بيشمل حاجات تانية زي رجل وطفل مذكر وحاجات تانية صح؟ إذن الجزء الكبير ده القعدة دي أوسع معنى لما نطلع فوق شوية خطوة كمان نلاقي المعنى أصبح أقل ما بقاش يتسع لكل حاجة زي اللي قبله خرج منه رجل وخرج منه طفل مذكر ولما نطلع لفوق خالص ده أقل معنى اتساعا لا يشمل أي حاجة إلا فقط طفلة ويخرج منه كل ما عداء واضح كده المعنى؟ ممتاز جدا التلات كلمات دول بقى برضو نقدر نعمل معاهم نفس الموضوع ده في منهم اللي يتسع لكل المعاني التانية ومنهم اللي معناه لا يتسع إلا إلى نفسه فقط طيب إيه الترتيب بتاعهم بقى؟ تعال نجيبهم من فوق لتحت أدي معنى خالص هو كلمة فودو فدي حنحطها فوق على قمة الهرم هنا دي بنستخدمها للدلالة على حاجة واحدة فقط صورة ملتقطة بوسطة الكاميرا بس كده هتدي لك أمثلة دلوقتي بس نركز في اختصاص كل معنى الأول إذن لو في صورة ملتقطة بكاميرا نقول عليها إيه؟ فودو وأصلا كلمة فودو هي اختصار لفوروغراف الصورة الفوتوغرافية الملتقطة بكاميرا يعني دي لإنسان اسمها إيه؟ دي متاخدة بكاميرا إذن فودو طيب ودي لحيوان برضو بواسطة كاميرا إذن فودو طيب ودي لشيء برضو من كاميرا إذن فودو طيب لو صورة بقى مش ملتقطة بكاميرا دي تبقى إيه؟ فاضل معنا كلمتين الكلمة الأوسع من فودو هي واخد بالك إنك تنطقها كده ده في الأمريكي إنما في البريطاني بيبقى فيه كسرة خفيفة أوي لا تكاد تلاحظ بعد صوت الك بنقول في ناس بتمطها أوي وتقول فده غلط يا إما الأمريكي بيكتشر يا إما البريطاني بيكتشر إنما المط الزيادة عن اللزوم بلاشه طيب المهم إحنا هنا بنركز على الأمريكي بنقول بيكتشر طيب دي معناها إيه بقى؟ معناها هو أي تجسيد لشخص أو لشيء أو لمشهد على أي سطح مستوي ثواني الثلاث صور اللي شفناهم من شوية دول مش دول برضو تجسيد لشخص أو لشيء أو لمشهد على سطح مستوي أيوة طبعا إذن ينفع برضو نقول عليهم بيكتشر أيوة يا باشا طبعا ينفع أنت كنت سرحان لما بتنزل درجة في الهرم معناه إن المعنى بيتسع يعني بيشمل اللي فوقه وكمان بيزيد عليه حاجات تانية ركز بقى إذن دول يمشي إننا نقول عليهم فودو ويمشي إننا برضو نقول عليهم بيكتشر ولكن صورة زي دي دي تجسيد لمشهد على سطح مستوي ولكن مش مأخوذة بكاميرا دي مرسومة إذن ما يمشيش معها فودو بأي حال من الأحوال نقول عليها إيه؟ بيكتشر لأن بيكتشر تشمل أي تجسيد سواء ملتقط بكاميرا أو لا طالما إنه على سطح مستوي وهتفهم يعني إيه سطح مستوي بعد شوية سؤال مفاجئ دي اسمها إيه؟ همم دي مش متخدة بكاميرا إذن بيكتشر ممتاز طب ودي؟ الأسطورة بتقول إن معظم حضراتكم قال فودو وقلي القوي اللي قال تمشي فودو وتمشي بيكتشر لو مش فهم ليه معلش وقف هنا ورجع الجزء اللي فات قبل ما تكمل فتطلخبط أكتر طيب اتفقنا على المعنيين دول كده عرفنا فودو كاميرا بس بيكتشر سواء بكاميرا أو لا طالما إنها على سطح مستوي إيه بقى حكاية سطح مستوي اللي عملين نكررها كل شوية دي؟ دي علشان نخرج بيها حاجتين من التعريف ده زمان لما كنا بندرس وصول الفقهة كان فيه حاجة اسمها تعريف جامع مانع يعني إيه؟ يعني جامع لكل مجتملات اللفظ مانع لدخول غيره فيه تمام؟ فإحنا بنعمل الكلام ده هنا دلوقتي بنقول على سطح مستوي علشان نخرج حاجة تانية نمنعها من الدخول فيه طيب خرجنا إيه بقى؟ أول حاجة نخرجها هي الصورة اللي مش على سطح مستوي يعني إيه؟ تصور معايا مثلا إنك شفت فيل راكب عجلة متخيل المشهد؟ فيل راكب عجلة شايف الصورة في دماغك دلوقتي؟ فيه فيل راكب عجلة طيب الصورة اللي في زهنك دلوقتي دي موجودة على سطح مستوي؟ لأ مش موجودة على سطح مستوي دي صورة في زهنك إذن ما ينفعش معاها كلمة photo ولا ينفع معاها picture فقط ينفع معاها إيه؟ كلمة image اللي هي قاعدة الهرم دي بتشمل كل المعاني تتسع لكل اللي فوقيها وكمان تاخد عليهم حاجات زيادة تشمل صورة من الكاميرا وتشمل صورة على سطح مستوي وتشمل صورة في مخيلتك يتخيل يعني إيه بالإنجليزي؟ يتخيل يعني imagine طيب وكلمة تخيل أو خيال يعني إيه؟ imagination مش ملاحظ حاجة هنا؟ أولهم كلمة image بحذف الإيه طبعا وشرحت لك قبل كده إمتى بنحذف الإيه؟ المهم أولهم image صح؟ إذن أنت بتتخيل image مش بس المعنى ده برضو لو حتتكلم عن صورتك قدام الناس يعني الناس شايفاك إزاي أو سمعتك أو كيف يراك الآخرون صورتك دي اللي قدام الناس صورتك دي اسمها إيه؟ your image لأن الصورة دي الموجودة عنك في أزهان الناس مش على سطح مستوي شخصة مثلا عاوزك تروح مع مشوار قد يسبب ليك حرق فتقول مثلا i'm sorry i can't come with you i care about my image i'm sorry i can't come with you i care about my image يعني أنا آسف ما أقدرش ياجي معاك أنا بخاف على صورتي قدام الناس سؤال مفاجئ دي إيه؟ وما تقولش أهوى الإجابة دي picture لأنها مش متاخدها بكاميرا طيب ودي؟ قلت photo؟ ركز بقى دي تمشي picture وبردو تمشي photo ما تنساش تاني طيب وإيه ده؟ أوعى تقول ما خدناش ده سؤال هل ده متاخد من كاميرا؟ لأ خرجنا المصطلح الأولاني هل ده تجسيد على سطح مستوي؟ الإجابة لأ ده 3D والمفروض أنه ده تمثال ممتاز طالما تجسيد ومش على سطح مستوي يبقى image image قد تكون تمثال وغير تمثال image هي أعم مصطلح على الإطلاق يشمل كل شيء صورة فوتوغرافية صورة مرسومة صورة في ذهنك حتى صورة منحوطة ده مثلا تمثال Abraham Lincoln بص مكتوب تحتي إيه؟ image of Abraham Lincoln in Lincoln Memorial sculpted by Daniel Chester French يعني ده صورة Abraham Lincoln اللي موجودة في نصب لينكن التسكاري منحوطة من قبل Daniel Chester French إذن حتى التماثيل التمثال هو نوع من أنواع الإمج ولأن image هي أوسع معنى على الإطلاق خدمة جوجل الخاصة بالصور ما اسمهاش جوجل فوتوز ولا اسمها جوجل بيكترز ولكن اسمها إيه؟ جوجل إيمجز لأنك تقدر تلاقي فيها كل أنواع الصورة وضحت كده بس سيدي ما تقولش عليك باوى شوفك بكرا إن شاء الله شكرا مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة